لم تكن بداية سنة 2021 برداً وسلاماً على القدرة الشرائية للجزائريين التي تأثرت بزيادات مباشرة مست عدة مواد غذائية أساسية يقلب هشام منتوجات العجائن بين يديه ويقارن بين أسعارها التي ارتفعت بأكثر من 40% في ظرف وجيز وقد تراوحت الزيادة في الأسعار بين 5% و40% حسب إحصائيات المنظمة الوطنية لحماية المستهلك التي لم تنفي مسؤولية التجار رغم العوامل الاقتصادية المتعددة الزيادات التي رأيناها في بعض المنتوجات لا تظاهي تدني قيمة الدنار وزيادة تكاليف الشحن مما يعني أن هناك عامل آخر مهم جداً وهو عامل المضاربة عامل الاحتكار عامل زيادة العشوائية بدون أخذ التكاليف المنتوج في حد ذاته وبالمقابل يرى ممثل التجار والحرفيين أن عدة عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومن برزها سياسة التعويم الموجه لقيمة العملة إذا كان القيمة العملة متأقل ولن خفضت بالمقارنة مع العملة الصعبة ليستوردوا بها فبالتأكيد أن الأسعار رايحة زيد لذلك المطلوب الآن من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على قيمة الدينار والحد من التضخم وقد بلغ في شهر أكتوبر الماضي متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.20% حسب الديوان الوطني للإحصائيات تراجع القدرة الشرائية للمواطنين فسرته وزارة التجارة بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في السوق العالمية وكذا زيادة التكاليف اللوجستية مع تراجع قيمة الدينار الجزائري حسن جزيري قناة الغد الجزائر